زينب من ليبيا تقول يعني أنا انتهت عدة اليوم من طلقة أولى ورفض زوجي يعني أن يراجعني وذلك لخلاف بيني وبينه وكان يقول بأنك أنت تعاملينني معاملة الند للندم وهو رافض يعني يقول تقول بيننا طفل أنا أستغفر الله عز وجل من خطأي و يعني تقول هل هذا يعني يكون سبب بعدين ذكرت بأن يعني حابة ترجع البيتها وتربي ابنها مع أبيه وتقول بأنني يعني متمسكة بالدعاء والصدقة يعني هل هذا مثلا يحقق لرجائي أختي زينب من ليبيا بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبك وبين قلبي طليقك أسأل الله تعالى أن يشرح صدر طليقك لل للرجوع إليك أسأل الله تعالى أن يؤلف بينكما وأن يبعد الشر عنكم أختي الفاضلة ليس عيبا أن الإنسان يخطئ العيب هو الاستمرار في الخطأ أنت اعترفت بأنك كنت تعاملينه معاملة الند للند وحاولت أن تحطم قوامته على البيت كما أنا فهمت هذا وهو رفض هذا المبدأ ووصل الأمر بكم إلى هذا الخلاف ثم كسر البيت بهذا الطلاق الذي رفض أن يرجعك إليه وقد انتهت العدة أنت الآن أخت الفاضلة قد بنتي من زوجك بينونا صغرى إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى الأولى ولا يحق له أن يراجعك إلا بعقد جديد يعني يتقدم إلى وليك بطلب الزواج بك ولا يجوز للولي أن يرفض ذلك ولقول الله عز وجل ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف قد نزلت هذه في معقل بن يسار رضي الله عنه حينما طلق رجل أخته وكان قد أكرمه وزوجه وانتهت العدة مثل حالتك وما أرجعها ثم ندم الرجل وندمت المرأة وأحب أن يتراجع فتقدم إلى أخيها معقل بن يسار رضي الله عنه فأبى وقال زوجتك كريمتي أو أختي وتفعل وتفعل لا والله فأنزل الله عز وجل قوله ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف استسلم معقل بن يسار وزوج أخته لزوجها الأول الذي حصل بينهما طلاق بانت منه بيننا صغرى أخت الفاضلة بارك الله فيك طبعا أنت عندك الآن أكثر من طريق تسيرين فيه أهم طريق أن تصلحي ما بينك وبين الله عز وجل هذا أهم طريق أن تصلحي ما بينك وبين الله عز وجل وواضح عليك من كلامك أنك تسعين في هذا والسعي لازم تستحضرين فيه يعني طلب محبة الله عز وجل وليست القضية الدنيوية فقط يعني أحيانا بعض اللي يدعون الله عز وجل ويعودون إنما لمحظ هذا الغرض ما يقولون يا رب اغفر لنا ما سبق تجاوز عنا عما مضى مثلا لا تجدوا يركز على هذا الأمر لا اعرضي نفسك عرض على ربك وقول يا رب اختر لي ما تدري لعلك ترجعين إلى زوجك وممكن أنك تعيشين جحيم من جديد مثلا وممكن الله عز وجل قد خبأ لك زوج صالح ما تدري قد يعني يملع عليك الدنيا ويكون هو جنتك في هذه الدنيا ما تدري ولذلك قولي يا رب اختر لي أكثر من الدعاء أكثر من الاستغفار قوم الليل تصدقي إن كنت ذات مال احرصي على بر والديك إذا كانوا يعني موجودين موجودين صلي رحمك أحسني يعني تربية ابنك مثلا كوني حريصة على الدعاء اللي فيه مواطأة القلب مع اللسان لما تدعين الله عز وجل تدعينه بقلب حاضر وليس بقلب لاهي أو غافل هذا الطريق الأول وهذا أعظم طريق فإذا أصلحتي ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين زوجك أو طليقك ويسر الله على الزوج الأسباب ذلك الطريق الثاني مراسلة هذا الزوج واستعطافه وأيضا يعني يعني مسألة العهد والميثاق على أنك لا تعودين لمثلي ما كنت تمارسينه معه أبدا وقلي له أنا يعني ما كنت عندي ذاك النضوج والفهم الآن ولله الحمد يعني تضحت لي الأمور وتعلمت من هذا الدرس وهذا ليس عيب وليس إذلال يعني بعض الناس يقول لا لا تذلين نفسك لا تهينين نفسك هذا غير صحيح أنت الآن مدام قصدك تربية هذا الإبن بين والدين الرجوع إلى زوجك الأول أخذت درس من حياتك هذا ليس عيبا ما هو بعيب أن المرأة تقول أخطاءت ولا الرجل يقول أخطاءت وصححون الأخطاء أحيانا الحياة كثير من أمور الحياة في عثرات في بدايتها في تعثر في بدايته الذي ينهض بعد الكبوة والعثرة ويستمر في الطريق ولا يكرر سبب العثرة والكبوة هذا هو العاقل الناضج أما الذي يعثر ثم يسقط ويكبو مرة ثانية في نفس السبب هذا يعني من الصعب جدا العيش معه أو التعامل معه الطريق الثالث أخت الفاضلة هو يعني النظر في من له تأثير عليه يعني مثلا من أقاربهم والديه مثلا والدته مثلا بعض أصحابه مثلا ممكن ترسلين مثلا أحد إخوانك يكلم شخص مثلا ويقول لها البنت يعني كلنا خطاء والله عز وجل العباد شرهم إليه صاعد وخيره إليه منازل والخلق يعني يذنبون الذنوب العظيمة مع الله عز وجل فإذا تابوا تاب الله عليهم طيب لماذا نحن الله عز وجل يغفر للمشركين الذين سبوه وآذوا الله عز وجل آذوا الله عز وجل يغفر لهم إذا تابوا وأنابوا فأخت الفاضلة هكذا وكوني حريصة أنت على الدعاء وعلى ذكر الله عز وجل وأيضا تخيري الأزمان التي هي ما ظنت إجابة الدعاء مثل الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة السجود أيضا حالة الانكسار أيضا أن بعض الناس الآن لما يدعو يدعو وكأنه مستغني يدعو وكأنه يعني ما دعاء بس هكذا لا حالة انكسار حالة لأن الله عز وجل إذا رأى عبده منطرح على عتباته متعرض لنفحاته متذلل بين يديه أظهر عظيمة عبوديته لله عز وجل الله عز وجل لا يرد يديه صفرا يغفر الله له ويستجيب دعواته ترجمة نانسي قنقر